فوز مهم جدا للاتحاد السكندري بعد ثلاث هزائم متتالية ومباراة مهمة تعتبر مباراة ديربي اسكندراني وفوز مهم جدا اتأخر شوية طبعا الهدف الاول مبولولو في الديئة 79 ثم ابراهيم حسن اضف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع وسموحها في ازمة سموحها اخر تسع مباريات فاس في مباراة واحدة وفي اخر اربع مباريات من غير فوز ده الموقف اللي موجود في سموحها حصل تغيير في مجلس الادارة مش المهندس فرج عامر هو اللي كان متعقد مع عكبتن طارق في قصة في سموحها في قصة ولكن نتمنى ان يبقى فيه ثبات لان كابتن طارق العشري هو اللي بنى الفرقة دي وهو بنيها بشكل معين الديزاين بتاعها ما يلقش اللي على اسلوب لها بطارق العشري اي مدرب تاني هيجي مهما كانت امكانياته وضعه وموقفه مش هيبقى سهل فبرده انا بقول نرجو التأني قبل اتخاذ اي قرار الكابتن طارق العشري مدرب كبير ومدرب منظم ومدرب هو اللي بنى الفرقة ونزل بمعدلات الاعمار بتاع اللعيبة وكل حاجة النتائج هتيجي ما تستعجلوش بسالة مهندس فرج عامر ما تستعجلش اشتركوا في القناة